ثم وشردت في الزوجتة المنبوحة خلو من نكاة وعدة من غيره وتعين لها كل هذا شرط الزوجتة المنبوحة التي تكون زوجتة بما بعدها حاليا هي ليست بزوجتة لماذا؟ الزوجتة لا تتتنقه فإذا ما يناه المخطوبة المنبوحة التي ستتصير زوجتة بهذا العقدين وفي هذه المرة يشترط خلو من نكاة وكذلك خلو من عدة من غيره فإذا لو كانت العدة من هذا الزوج فلا بس فإذا ذكرت بعض الشرح إذن العدة لا إذن تعبد باللدت إنما يكون لغير ذن عدت هكذا يجوز لكن الله لا ألا يعقد عليها حتى تنقضي الإجبت فإذا من غيره هو احتراز من عدتها منه لكن ينبغي أن يكون هذا بدون ثلاثة من ثم تعيين لها فإذا لو أبهم الولي لا يصح النكاة وتعيين لها فصوجتك إعداء بناته باطله فإذا وقال هكذا زوجتك إعداء بناته باطله ولو مع الإشارة وهو أشار إلى إعداء بناته ومع ذلك باطله لماذا ليجري هذا اللي بها؟ ويكفي التعيين ثم كيف تعيين المرأة وكيف يعيينها هذا طريق التعيين يبين ويكفي التعيين بوصله أو إشارة 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 اللي بدون إبهاب يعني كذوجتك بنتي هكذا وليس له غيرها فإذا ما معنا الوصف وصف يعني ليس وصفا نحليا لغبيا بل كيف تعيينك هنا بقوله بنتي فإذا بالبندية هي متعيينة بهذا القول المرأة تتعيين هذا ليس إلا مثل له بند غيرها بل هذا الولي له بند واحدة بقل عند إذن هو قال زوجتك بنتي وليس له غيرها هذا قيد إذن لو كان له بندين فلا يصير هذا أو التي في الداري يعني هو قال زوجتك بنت التي في الداري وليس فيها غيرها إذن كل هذا يعني تعيين بالصفة أولا على بندية وصفة ثم هنا ذكر صفة ما هو التي في الداري وليس في الداري غيرها يعني هذا الرجل له بنات ومع ذلك في هذه الداري إعداهن فقط أو هذه وإن سماها بغير اسمها بالكل فإذن هذا المثال الأولان لتعيينها برصفة ثم تعيينها بالإشارة وإن سماها غيرها نعم أو هذه هذه زوجتك بنتي هذه هذا تعيينها بالإشارة ممكن وهو أخطأ بذكر اسمها يعني لها بنات فهداها فاطمة واللخرى خديجة هكذا إذن هو قال زوجتك بنتي فاطمة هذه لكن هذه ما كانت فاطمة بل هي خديجة فإذن هكذا سماها بغير اسمها بالكل هذا لا بأس هذا المثال كانت بالمثال المعضيين هناك زوجتك بنتي التي بالداري لكن قلت بالداري خديجة هكذا gon المثال الأول ل жиз 5000 اسمها خديجة فإذن يصير بخلاف زوجتك فاطمة فقد تعيينها وهو اسمها لاعب كيف لها встречة ـ إشارة معناه لا يقف يتعين بإسمه هذا الذي قال بخلابه وإن كان اسم بنده يعني باطمة اسم بنده وحذلك لا ينصف إلا إن نبياها العقدان نبيا البندة بقوله باطمة وإن الله لا ينصف وإن الله لا ينصف ولو قال وسمعها باسم الصغرى في الكبرى لأن الكبرى أسفة غائمة بذاتها بالنلاب الاسم فقدم عليه يعني الكبر مقدم على الاسم لذلك لا يعتبر الاسم بل يعتبر هذا الوصف وصف الكبرى ولو قال زوجتك بند خديجة فبانت بند بنيه سحى بالنبياها أو عينها بإشارة وما لم يعرف لصعبه غيرها وإلا ولا ولو قال زوجتك بند خديجة فبانت 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 يعني هذه ما كانت بنده بل كانت بند ابنه يعني الجد هو الذي زوجت فإذاً في صيغة هو هكذا قال زوجتك بند خديجة يعني خديجة ما كانت بنده بانت هذا ما معنى بانا ليس ليس معنى هو الظهور بعد الخفاء والجهر عادةً يستعمل كلمة بانا لما للظهور بعد الخفاء والجهر وليس هذا معنى هو بل بانت يعني كانت صارت هي كانت بند ابنه فإذاً جد يزوج بند ابنه وقال في صيغة النكاي زوجت بنده قلانا هل يصحه أو لا نعم يصحه متى إن نبياها الولي والزوج نبياها بنت ابنه لكن في القول هكذا من البند أو عينها أو عين البندة عين خديجة كيف بإشارة يعني هو قال لو وجدك بندي خديجة هذه لم يعرف لصلبه غيرها أي ما عينها بالإشارة أو لم يعرف لصلبه يعني ليس له بند غيرها غير بنت ابنه فقط هذا الرجل ليس له بنات نصلا بل له بنت ابنه فقط عندئذن أيضا وإلا ولا يصبه وإلا معناه عرف لصلبه غيرها ولم يعينها بإشارة أو لم ينبيها عندئذن لا يصحه نعم ثم شرك آخر في الزوجة في المرض وشدد فيها أيضا عدم محرمية محرمية بنسب أو رلاع أو مصاحرة يبغي أن لا تكون في هذه المرأة محرمية أصلا محرمية بينها وبين الزوج فهذا شرك وشدد فيها أيضا عدم محرمية بينها وبين الخاطئين بنسب ثم سيدي رضاع ومصاحرة فيحرم به فيحرم بالنسب من 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 يحرم لآية لآية حجمت عليكم هكذا قال الله تعالى في هذه الآية المحرمية النساء قرابة غير ما دخل فيه ولدي عمومة وققولة ثم ثم طبقوا هذه القاعدة على المحرميات من قوله تعالى حرمت عليكم وبناتكم ثم طبقوا هذه القاعدة على المحرميات محرميات من النساء محرمات من النساء هذا الذي يقول بعده فهينئذن يحرموه نكاه أمن من هكذا فإذا ما دخل فيه ولدي عمومة وخؤولة وعمومة وخؤولة معناه بند عمين عمت أو يعني بند خال وخالة هذا ما دخل فيه ولدي خؤولة أو بند بند عمين أو بند بند من عمت أو بند ابن عمين أو بند ابن عمت هكذا بند ابن خالت بند ابن خالت هكذا فإذاً هذا ليس بحرام بل ما لم يدخل وهو حرام من القرابة هذه هي قرابة قريبة وهذا اللذي سبقاً بيناه من لم يكن بينه وبينها محرمية هي تنتبر أجنبية في مسألة النظر والرؤية ذكرنا يحرم نظر شيء من بدن أجنبية ما من الأجنبية من ليس بينها وبينه محرمية بنسب أو رماء أو مساحرة فهنين يحرم نكاحه من لماذا؟ اللهم بينه وبينها ما حرمية لا يصيح النكاح وهي هم يذكرون عن المراد باللهمية اللهمة يعني هنا تدخل فيها الجدد في باب الفرائض فرقنا اللهمة والجدد لماذا؟ نصيبهما مختلفة مختلفة اللهمة نصيبها ببعض الأحيان سدث أو ببعض الأحيان سندث أو سندث الباقي هكذا ليس هذا نصيب الجدد لذلك فرقنا بكلهم أما هنا اللهمة تدخل الجدد لذلك يعرفها بتعريف من شعب عمين وهي اللهمة من ولدتك إمرأة ولدتك ولدتك بذني باسطة هذه اللهمة لغتنا في مقابلة الجدد ثم أو ولدت من ولدك أو ولدت من ولدك هذه جدد في مقابلة اللهمة ولدت من ولدت ثم هذا ولدت من ولدك هذا أولا ذكر من ولدتك هذه من واقعة على المرض ثم هنا أو ولدت من ولدك أو ولدت من ولدك وهذا من شامل لذكر والأمسة في تغليب لذلك ذكر بعده ذكرنغان أو أمسة هذا تعميم في معنى من ولدك خو hashtags فإثلا من ولدت ولدت منnej ولدتrika أو ال subsequent استفداد خلق اللهمة لل trademark فإذن المرأة التي ولدت أمك هي الجدد أمين الأمين المرأة التي ولدت أبيك هي الجدد من جهة الأبي ثم فإذن الأب لا يلد بل هو سبب البلاد ثم وبنت يعني أهرم نكاع بنت ثم يعرف من المراد بالبنت وهي من والدت أمين ولدت أمين وهي من والدت أمين ثم adding ابت بنتك مباشرة Caitدي الدوني واسفة هذه الدوني واسفة من والدت أمين إذن من والدت أمين ثم قال من والدت امين هذا إما ذكرا نولده لذلك هنا أولاً ما أولده يدخل فيها بنت ابنك و بنت بنتك لا مخلوقت من ماء الزناه فإذاً امرأة مخلوقت من ماء الزناه لا يعرف نكاؤها بل يتوز نكاؤها فإذاً رجل زناء بمرأة ثم هي ولدت ولا بنتاً فهذه البنت ليست تجحرام على الزانين ماء الزناه ملمران بماء الزناه هذا الزناه ليست الزناه الموجب للحدي في إجابة الحدي يجب أن غيب مبتش الحشفة في فرج الغرق وهذا الزناه ليس معناه ذاكا بل معناه فروج المني بطريق عرام في وجه محرم فقط على أي وجه نحن ذكر هنا لا مقلوب على حشية المحل والمراد بماء الزناه ما كان حال خروجه فقط على وجه محرم في لنه والواقع معن يعني في لنه حرام وبالواقع ذاً حرام هذا المراد بماء الزناه ثم ذكر بهذا الزناه ومنه ما خرج من وطئ المكرهين رجل وطئ مكرها وهذا الماء مع الزناه بسبب اللكره العيد يجب هناك العجو لكن هذا مع الزناه ثم ومن وطئ حليلته بذبرها رجل وطئ حليلته بذبرها ثم خرج منه منيه وحذا المنيه أيضاً يعتبر مع الزناه لو خلقت من هذا المنيه يعني ولد نبد فهي لا تحرمه على صاحب هذا المنيه فإذاً من حملته الحليلة ما حملته بل هذا هكذا خرج منه منيه بسبب وطئه بذبر حليلته ثم امرأة أخذت هذا الماء وستدخلت في رحمها ثم هذه المرأة الأجنبية ولدتها نعم أو مما الاستناء بغير يدي حليلته هذا خرج مني من الاستناء لكن بغير يدي حليلته ولو بيده هذا أيضاً مع الزنا وإن خاف على عنه وقلنا بقله حينئذ نظراً لأصله وهو التحليل نعم لو خاف الزنا هناك خلاف عن يجوز الاستمناء بيده أو لا فيه خلاف بأذل الله إما انتقال عند خوف الزنا يجوز وإن ذكرنا بذلك القول أيضاً هنا الماء ويعتبر مع الزنا وهذه أمسلة ماء الزنا ولو بيده نعم نجوز الاستمناء عند خوف الزنا ومع ذلك هكذا هو أن استمناء وخرج منه المني المخلق من هذا الماء بنت وهذه البنت ليست بحرام على صاحب الماء ثم هذا بالنسبة إلى مخلوقة من ماء الزنا فلا تحرم عليه ذلا حرمة لماء الزنا نعم يكره خروجاً من خلاف من حرم عليه يعني هذا مخروح فقط ليس بحرام ثم كالحنبي كالحنبي يدي والحنبي يدي بخلاف والدها من زناها يحرم عليها لذبوط النسب واللرث وبينهما وهذا مخلوقت من ماء الزناه فإذا على الأكس امرأت زنت ثم ولدت ولدانه وهذا الوالد حرامنا للمرء يعني هذا الابن حرام اما هذا ذكرنا بالنسبة إلى الرجل الزاني اما بالنسبة إلى الزانية اه بالنسبة إلى الزانية ولد الزنا ينتصب إليها اه لأجل ذلك لو ولدت صبياً يعني ولدت ابنا اه يحرم هذه الأم حرام هناك فرقم كذلك وَهَذِهِ الْبِنتُ يعني مثلاً امرأت زنت وولدت بنتاً وَهَذِهِ الْبِنتُ حرامٌ على والد عب الزانية والد الزانية فإذاً مَتَ لَا يَحْرُمُ لو كانت مخلوقت من ماء الزناه فقط نعم فإذاً ما الفرق بين الزاني والزانية في الزانية هذا لا يحرم بالزانية يحرم هذا بالنسبة إلى الزانية حينما خرج الماء خرج مهاناً في الشرعي مع استهانة يعني حينما خرج بطريق الحرام والماء ليس محترم بل هو مهانم أما بالنسبة إلى المرأة وهذا الولد يعني لزانية هذا الولد ينفصل منها إنساناً كاملاً الولد ينفصل من الزانية يعني من أميه أي إنساناً كاملاً فإذاً للإنسان حرمة كما قال الله كَالَ كَرَّمَ اللَّهُ بَنِي آدَمَ لِيَجْرِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ وَهُرْمِ السياد personas اوري اعتهد في النكاة هذا ذكر ولدك. لماذا ذكره وقت ذكر ولدك لشمول عمّة العبي أيضا. عمّة العليات أيضا داخلة وقت ذكر ولدك. ولدك بما مباشرة أو بواسطة. فأيضا في عمّة ذكر داخل العبو والجدو. وجدوه وابوه هكذا. وخالة يعني احرم نكاح خالة ماذا تفن على قوله امّن. وهي من الخالة؟ خالته هي اخت انسى ولدتك. هناك اذن يعني اخت الامّة. لا يعني خالة الامّة اذن داخلته. فرع. لو تزوج بجهولة النسبي فصلها فها ابوه. غبت نسمها ولا ينبسخ النكاح إن كذبه الزوجه. يعني. تزوج رجل امرأة. هي مجهولة النسبي. فعناه لا يدري الى من تنسم. لا يدرى. هو لا يدري وكذلك لا يعلم حالها. هذا معناه. ليس مجرد جهل الزوج فقط. بل لا يعلم حالها مطلقا. فاستلحقها ابوه. بعد ذلك ابوه هذا الزوج ادعى ان هذه البنت هذه المجهولة المجهولة للنسب ابنته. هكذا ادعى عند القاضي. فاذا لو تنبع. اه هذا الدعوة عند القاضي ثبت نسبها. اه لو جد شروط الاستلحاق. يثبت النسب. هل ينبسخ النكاح. لا ينبسخ النكاح. متى ان كذبه الزوج. الزوج لا يصدق اللبع. بل الزوج ايكذب اللبع. عند اذن لا ينبسخ النكاح. فمثل هو اكسه. اكس ايضا. كيف الاكس بيان تزوجت مجهولا. امرأة تزوجت رجلا. مجهولا النسب مطلقا. لا يعلم. لا يعلم الى من ينتصف هذا الرجل. فاستلحقه ابوها. ابو هذه المرأة استلحقه. لو تم شروط الاستلحاق عند القاضي. يثبت النسب. ولا ينبسخ النكاح لو لم تصدقه. هذا الذي قال اذا فاستلحقه ابوها ولم تصدقه. نعم. هنا فرغ من بيان المحرمات بنسب. ثم يبين محرمات رلاعين. او رلاعين. يعني يحرم بنسب. عدم مهرمية بنسب ورلاعين. ففرقة فيها ايضا عدم مهرمية بنسب بنسب أو رلاعين. هذا اتفنا لقوله نسب. فيحرم به. ايضا بالرلاعين من يحرم بنسب. هذا قائد في هذا البحر. من يحرم بالنسب يحرم بالرلاعين. للخبر المتفق يا لله. هذا القائد ورد لفظا لحديث المتفق عنه. ما هو يحرم من الرلاعين. ما يحرم من النسب. هذا لفظ الحديث. هذا بدل من قوله للخبر المتفق يا لله. ثم فمرضيعتك ومرضيعتها ومرضيعتما من نسب أو رضاعين. وكل من ولدت ومرضيعتك أو ذالبنيها أمك. فمرضيعتك كذلك 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 أمك أبرو قوله مرضيعتك وما أعتفالين. مرضيعتك يعني يعني على رلاعتك مباشرة ومرضيعتها يعني مرضيعة المرضيعة أيضا أم من الرلاع ثم ثالثا في الرلاع يكون أمومات كثيرة ليس أم واحد مرضيعة ثم ثالث مرضيعة من ولدك مرضيعة أمك أو أبيك ثم يعني مرضيعة جدك أو جدتك كلهم دخلون يعني جهاد الكثيرة ثم ذكر يعني من نسبنا ورضاين هذا يرجع إلى قوله وَأَمْ مَنْ وَالَدَكَ مِنْ نَسَبِنَّ وَرَضَعِينَ ثم يتعجل ثم وَكُلُّ مَنْ وَالَدَتْ مُرْضِيَتَكَ وَالَّذِي سَبَقَ مُرْضِيَتُ الْمُرْضِيَةِ وَهَذَا وَالِدَتُ الْمُرْضِيَةِ يعني مَنْ وَالَدَتْ مُرْضِيَتَكَ ثم وَالَدَتْ ذَالَبَنِهَا يعني وَالَدَتْ ذَالَبَنِهَا يعني وَالَدَتْ زَوْجِهَا زَوْجِ الْمُرْضِيَتِينَ وَالَدَتْ زَوْجِ الْمُرْضِيَتِ وَالَدَتْ مُرْضِيَتُ مَنْ وَالَدَكَ مِنْ وَالَدَتْ مُرْضِيَتَكَ وَالَدَتْ مُرْضِيَتَكَ وَالَبَنِهَا وَكُلَّ مَنْ عَضَعْتُهُنَّ لَا قَوْلِهِ مَنْ وَلَدَكَ فَإِذَا مُرْلِعَتُ مَنْ وَلَدَكَ وَمُرْلِعَتُ مَنْ وَلَدَتْ مُرْلِعَتَكَ أَوْذَا لَبَنِهَا كل هذه أمك أمك مما؟ من رضاهم ثم يُبَجِن مَنْ هِيَ الْبِنتُ وَالْمُرْلِعَتُ بِلَبَنِكَ يعني زوجتك عَرْلَعَتُ يُبَجِن مُرْطَلْيَتُهِهَا وَالْمُرْطَلِعَتُوا وَالْ مُرْطَلِعَتُ بِلَبَنِكَ يعني زوجتك بِلَبَنِكَ بِلَبَنِكَ فَإِذَا قَيْدُهُ ممكن زوجتك أطيئت شبهة ها؟ ها؟ ثم هي حملة وبلدت وَنَزَلَلَهَا لَبَنٌ هذا لبن ليس لبنك. بل هذا لبن لبن الواطئ شبهاتنا. فإذا لا يتلك الزوجة هنا بل أنه بقيد. فتكون هكذا زوجة والفرهية بلبنك ثم ولبن فرعك إذا مرتلعة بلبنك مرتلعة بلبن فرعك. فإذا عندك تكون جدا من الرضاع. ثم لبن فرعك هذا الفرع نسبا نورا عنه. ثم وبنتها. بنت المرتلعة كذلك. بنت المرتلعة كذلك. بنت المرتلعة بلبنك ولبن فرعك نسبا نورا عنه. ثم وين سفلت بنتك. هذا بنتك خبر لقوله والمرتلعة. والمرتلعة بنتك هذا. وين سفلت بنتك ليس كذلك. بنتك ليس فائلا لسفلته. فائل سفلت الأمير يرجع إلى المرتلعة. ثم والمرتلعة بلبن أحد أبويك نسبا نورا عن أختك. هذا يعني فائدة العبت أبيان اللفت من الله. والمرتلعة بلبن أحد أبويك نسبا نورا عن أختك. يعني تعامل. لأحد أبويك نسبا نورا عن أمي. مرتلعة بلبن أمك مرتلعة بلبن أبيك. وقتك. ثم قالوا وقس على هذا بقية الأصناق المتقدلين. فإذا المسنح بين من الأم من الرضاعي. ومن البند من الرضاعي. ومن اللفت من الرضاعي. بعد ذلك من أحالة. العمبة والخالة. نعم. كل هذا أحالة. علامة والله. نعم. وقس على هذا بقية الأصناق المتقدلين. وَلَا يَحْرُمْ عَلَيْكَ بِرَضَاعِ مَنِ ارْتَّلَحَدْ أَخَاكَ أَوْ وَلَدَ وَلَدِكَ وَلَا أُمُّهُ لِعَنْتِ وَلَدِكَ وَلَا بِنْتُهَا لا يحرم عليك. من هنا يبين عليه. الاستثناء. المسائل المستثناء من القاعدة السابقة. القاعدة ماذا؟ يحرم من الرضاعي. ما يحرم من الناس بي. إذن لا يحرم عليك برضاعي من أرلعت أخاك أو أختك. هذا أخي فيه تغليب. فإذن المرأة أرلعت أخاك. وهذه المرأة ليست بحرم عليك. ليست بينك أو بينها معربي. أو أرلعت أخاك أو ولد ولدك. أو يعني يارلعت ولد ولدك. هذه المرأة لولد ولدك. ليست بحرم عليك. ثم وَلَا أُمُّ مُرْلِيَةِ وَلَا أُمُّ مُرْلِيَةِ وَلَدِكَ نَعْ ثم وْلَا أُخُدْتُ أَخِيكَ لَيْأَبِيكَ وَلِأُمِّكَ مِنَّ سَبِّن دَورَ بَعِيْنٍ وكذا يعني لا يعلم أخت أخيك لأبيك أو أمك بالنسبة دورة العالم كيف يكون هذا هذه أخت ليس أختا لك بل أخت لأخيك فقط هذا الأخو لأبيك وأمك عندئذ آيون تصور أخت أخيك لأبيك أو أمك فإذا كيف يكون هذا عند أبوك تصور بيبرات وهذه المرأة لها والد من غير أبيك وهذه البند لا يعلم وهذا الذي قال أخت أخيك لأبيك أو أمك فإذا هذه المرأة ولدت لأبيك ولدا فإذا وتلك البند لا يحرم ثم تنبيه هذه المسائل التصلير صعب التصلير تغيل صعب في هذه المسائل لذلك يمكن تصميم خريطة للخطوط ثم بعد ذلك يفهم أنه بسرعة تنبيه الرلاع المحرم في هذا التنبيه يبين أوصاف الرلاع المحرم الرلاع متى يكون محرما ومتى لا يكون محرما هذا الذي يبين في هذا اختلاف للفقهائي نعم الرلاع المحرم وصول لبني آدمية بلغت سنة حيث ولو قطرة أو مختلطا بغيره وإن غلبه جوف رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا أرفا هذا هو الرلاع المحرم فإذا الرلاع المحرم وصول لبني آدمية بلغت سنة حيث أين يصل يصل الجوف رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا أرفا فإذا ينبغي أن يكون لبن لبن آدمية ثم يكفي به أي طريق للوصول إلى جوفه هذا اللبن يصل إلى جوفه جوف الولد الرضيع كيف يصله لا حاجة إلى مصي السدي إما يمص السدي ويبلغ أو يوجر في حرقه فإذا هذا وصول اللبن إلى جوفه بأي طريق هذا هو الرلاع المحرم يعني وصول لبني آدمية فإذا لو وصل لبن جنية أو بهيمة لا يفتد به الرلاع ثم وصول لبني آدمية بلغت ثم بهذه الآدمية شرط في سنها هذا الذي ذكر مع له بلغت سنها يعني على الأقل على تسكي سنية فإذا لو نزل الإمرأة لبن عبلت تسكي سنية وعرضعت بهذا اللبن صديا هذا يحبط المحرمية بينهما لماذا؟ هذا الذي نزل على لون اللبني لا يعتبر لبنا ما ينزل للمرأة بثديها قبل مع بلوغ سنها سن العيلي لا يعتبر لبنا في الشرعي ممكن يكون فيه عصاف عصاف اللبني في اختبار جيميائي لا يعتبر هذا لبنا في الشرعي ثم بعده ولو قترتنا هل يعتبر في هذا اللبن مقدار معير لا يقدر به لا يقدر به مقدار معير ولو قترتنا أو مختلتنا لا يشترط خلوص اللبن اختلط بغيره وين غلبه هذا الغير كان غالبا لللبن كيف غالبا؟ أني حتى لا يبقى تعم اللبن ولا لونه ولا ريحه حسا ولا تقديرا هكذا لو غلب أيضا نحن يعني يكون الرضاع وحده نحن ولو مختلطا أو مختلطا بغيره وين غلبه يعني على الغير ظالبا على اللبن عين وسلا هذا مخعول الوصول جوف رضيعين وصوله جوف رضيعين ثم في هذا الرضيع ايضا شرط بالسن لم يبلو حولين حولان حول قبري ليس حول شمسية ولهذا يعتبرني هنا السنة حمرية لم يبلغ حولين يقينا هذا لم يبلغ حولين يقينا هذا اليقين عشر كل عدم بلوغه حولين فإذا لو تردد هل بلغ أو لم يبلغ حولين فإذا لا يثبت الرضاع نعم ثم كم مرة يصله هناك عدد معين للتحري هذا الذي قال خمس برات يعني عصول لبن آدمية جوف رضيعين خمس برات فإذا لو وصل أربع مرة لا يهرم ثم بهذه المرات الخمسة ولو كانت قطرة هذا معنا قوله ولو قطرة في كل قطرة وصلت في كل مرة وصلت قطرة 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 هكذا خمس قطر فقط يعرف لا حاجة إلى أن يرتل بملك بطنه بطن البن القطرة قطرة لكن يعتبر مرات خمسة نعم يقين فإذا هذه المرة لبعض الله يكون بقطرة أو بلتر من اللبن أو بملك بطنه وعاكذا يختلف مرات ثم يقينا هذا خمس مرات نبغي يكون يقينا فإذا لو أشك هل هذا خمس مرات أو أربع مرات لا يعرف ثم عرفا هذا عرف قوله عرفا يرجي إلى المرات كيف تعتبر مرة واحدة كيف يعتبر هذه خمس مرات هذا يرجي إلى العرف لماذا ليس هناك في هذه المسألة عرف شرعي لو لم يكن عرف شرعي فالمرجي العرف عرف الناس نعم لذلك قال عرف فإن قطع الرضيع ثم هذا بيان العرف للمرات ثم ذكر أن وصلت الاختلال فإذا لو صار اللبن جبن ثم وصل هذا الجبن إلى جوف رضيع بهذه الشروط هل يكون رضاعا محرما لا لذكر المصلح بالشروان لها شيئة الشروان مع الترف ولو جبن أو جعل منه عقيت أن اللبن صار جبن أو عجنا ويجن به دقيق أن امرأة حلبت لبنها ثم عجنت بلبنه دقيق ممكن هي ما وجدت الماء أو يعجل الطعام الجيد كذلك ويجن به دقيق أو ممكن هي حتالة إلى إيصال اللبن إلى جوف الولد الولد ممكن لا يسرب اللبن بل هو يأكله هذا طعام مصرم بالدقيق لذلك حلبت لبنها عجنت به دقيق أو نزيع منه زبد أو هذا ليس لبن خالص بل أخرج منه زبد وأطعم الطفل هذا الزبد أطعم الطفل ال Kristi اطعم الطفل وت commanders منه الزبد هذا الزبد اطعم أو هذا المنظوع منه بعد نزع الزبد يبقى هذا الماء فأنه مع المنظوع منه الزبد في هذه الحالات كلها حرما يحرر لماذا؟ لحصول التغذي من كل هذا يحصل التغذي سبب التحريف حصول التغذي لذلك لو كان جبنا نواقتا أو جنبه دقيق أو نزيع منه زبد ثم نطعم الزبد أو هذا المنزوع منه بكل هذا يحصل التغذي لذلك يحرر ثم مثلا بيان العرفي فين قطع الرضيع اعراضا اعراضا نعم الرضيع قطع الرضاع اعراضا وإن لم يستغل بشيء آخر يعني ترك الثدياء أو يعني هذا صبب في قارورة ثم كان أضيع في فمه فإذا كان يسرم منه ثم بعد ذلك لم يستغلت الرضيع بشيء آخر أو قطعته المرضيعته يعني قطعت المرضيعته هذا الرضاع اعراضا نعم ثم عاد إليه ثم الولد عاد إليه فيه معاني بسورتين في قطع المرضيعته أو في قطع الرضيع أي فرجع فورا نعم فورا رجع فرضع تاني ليست الرضاع التماعين هذه مرتين نعم أو قطعه لنعذي اللهب أني عثناء الرضاع ويشتغل بلهب التهى بلهب لذلك هو تركه واندبه إليه إلى هذا اللهب ممكن صوت مسيطة أو صوت العدن أو صوت طائرن هكذا شيء كنوم خفيف أو أني عثناء الرضاع هو نعم لوما خفيفا ولمره نعاسها وعاد حالا أو طال والسدي بفمه أو طال يعني طال النوم ها هو نعم والسدي بفمه أو تحول ولو بالتحذيل من سدي لآخر أو هو ترك سديا واخذ السديا الثانية وواصل الرضاع ثم أو قطعته لشغل خفيف أو هذه المرات عرض المرضية عرض عليها شغل خفيف فإذا قطعته استغل بهذا شغل خفيف وعرجعت الطفل إلى الرضاع ثم عادت إليه يعني المرضية عادت إلى الرضاع فلا تعدده فلا تعددنا هناك لا تعدده في جميع ذلك يعني هذه مرة معنا هذا اعتبارا بالعردن حملا بالعردن وتصير المرضية أمه وحكذا لو نبدأ خمس مرات تصير المرضية أمه وذل لبن أباه لو لم يكن اللبن من الزنا كما سبق وتصير الحرمة من الرضيع إلى أصولهما وتصير الحرمة من الرضيع إلى أصولهما وفروعهما فإذا إلى أصولهما معناه هذه المرضية هذه المرضية تصير الحرمة إلى أصولهما وصولهما يعني أصول المرضية وذل بني فإذن هذا أم المرضية يكون جددًا لهذا الولدية كذلك أم ذل بني تكون جددًا لهذا الرضيع جدد الأبي فإذن أبو المرضية جددًا لهذا الرضيع كذلك أبو ذل بني جددًا لهذا الرضيع هكذا في الوصول ففروعهما يعني غروع الأمي وذل بني كيف يكون في الغروع في الغروعه هذا يعني الإخوات والأخوات نعم كان غروع مباشرة أما فروع بباسطة يكون أولاد الأخوات والإخوة هكذا أولاد الأخوة والأخوات ثم وحواشهما في الحواشه إما تكون خالا خالة أو أمّا 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 هكذا نسبا ورضاعا وهذا في اللاصر والفرع والحاشية يعتبر جانبان جانب النسب والرضاع ثم وإلى فروع الرضيع لا إلى وصوله وحواشه بالنسبة إلى الرضيع تفسري هذا إلى أين إلى فروعه بقى فإذا المرضيعة تكون مرضيعة أب الفرعي أو جد الفرعي هكذا هذه الحرمة لا تسري إلى أصول الرضيع ولا إلى حواش الرضيع نعم ولو قر رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة أن بينهما وخوة رضاعين وعمكنة هذا هذه وخوة ممكنة وخوة الإست بفايد إما وخوة أو يعني خلوة يعني خؤولة أو عمومة يعني إحدى جهات الحرمة من الرضاع هذا هو القراب وخوة رضاعين وعمكنة حرمتنا كحوهما وإن رجعا أن اللي قراري ممكن أولا نقرأ إلهما أقرأ رجل وامرأة بعد ذلك ممكن رجعا اللي يجوز النكاح ولا يجوز النكاح أو بعده يعني أقرأ بعد النكاع فهو باطل فالنكاح باطل القرار سعيد لكن عقد باطل وماذا يفعل بهما فيفرق بينهما يعني القاضي يفرق بينهما وإن أقرأ به فأنقرأ والذي سبق يعني يقرارهما جميعا أقرأ رجل وامرأة وإن أقرأ به فأنقرأ تصدق في حقه وإن أقرأ به أيب الرضاع الرجل يقرأ المرأة تصدق في حقه ويفرق بينهما على بعد النكاع أو أقرأ به هو يقرأ دونه هو يقرأ هذه المقومة المعرمية من الرلاع فإن قال بعد أن عينته باللذن ممكن يقرارها متى بعد أن عينته باللذن للتزبيج أو مكنته من وطئه إياها هي تقرأ في هذه سورة يقرأ وإن أقرأ وإن أقرأ الرجل يقرأ والمرأة تدقر متى أقرأ إنما بعد تعينها له باللذن للتزبيج أو بعد تمجينها له من وطئه إياها لم يقبل قولها لو كان بعد ذلك لا يقبل قولها وإلا صديقته هي من نها يعني وإن لم يكن هذا الإقرار بعد تعين في اللذن ليس بعده بل قبله كذلك ليس بعد التمجين من الوطئ بل قبل التمجين فإذا هاتسطر ولا يسمع دوانه يعبن محرمية بالرضاع بين السلطين فإذا هذا لا يقران بل ينقران بل الأب أو نحوه أمه أو أحد أوليائه هكذا أحد أقاربه يقر يدعي بأن بينهما محرمية فليعتبر لا يعتبر هذا متى لو كان مع إنقارهما يعني لو أقرى أحدهما وكلاهما مع هذا الدعوة فالمسألة كما سبق مسألة يقرارهما وقرار أهدهما هذا قد سبق فهذا مع إنقارهما ويثبت الرلاع برجلين أو برجلين وبرعتين فإذا أثار الرلاع معه المعتبر في البينة في ثبات الرلاع لا يشترط رجلان بل هنا يكفي رجلان أو رجل ومرأة ثاني أو يثبت بـ 4 نسبة نايد فهذا ماذا يعتبر في البينة حال يشترط رجلان لا يشترط رجلان بل او امرأة تاني او اكتب فيه اربع نسوة تنائلن هذا الذي يقول اكتب فيه اربع نسوة تنائلن يسلطر على الارض رجل او براجلين وبرات و بارض نسوة ولو فيهن ام المرضيات ين شهدت يسوة الوصول والفرور لا تقبل في الشهادت هذا سيئت في باب القضاء لكن هنا او المرضيات مقبولة ين شهدت يسوة يسوة معناه عبيدون طلب من المشهود يعني يجاة عبيدون طلب هذا معناه قوله يسوة يسوة معناه يعني رجاء للثواب هذا معناه يسوة بلا سبق دعا كشهادت عبي امرأة المسائل هذه الفروعة مستصنات من تلك القائد يعني الوصول والفروعة لا تقبل شهادة شاف الشاهد وصول المبدأي وفروعه لا يقبل ويقبل شهادة مروعة مع غيرها لم تطلب اجرة الرضاعي وكذلك هذه المروعة لو جاءت شاهدة تقبل يعني يكيبها ثلاثة اخرى هذا الذي تقبل شهادة مروعة مع غيرها إما ثلاث نسمة او امرأة ورجل والمرضاعي لكن في هذه المروعة يشترط ماذا لا تطلب اجرة الرضاعي لا تطلب اجرة الرضاعي معناه طلبها اجرة الرضاعي باق وفت الشهادة هذا معناه قولي فإذا لو طلبت قبله واخذت اللجرة فلا بس أو يعني ناهية بعد هذه الشهادة طلبته فعذا إذا لا يخل بشهادة بل شهادة سهلية هكذا اكذا ذكر بالصلاة بشرون ثم وين ذكرت في علاها في شهادة ممكن يتشهد في علاها وين ذكرت في علاها كأشهد أني أرلعتها وهذا عادة لا يخل في شهادة في شهادة يعني ينبغي أن يشهد الشهادة على فعل غيره هذا هو القائد في شهادة يعني هنا يتشهد على فعله على ذلك وشرط شهادة الرضاعي ذكر وقت الرضاعي وعدده وتفرق المرات ووصول اللبن إلى نوفه في كل الرضاعي يجب يعني ذكر هذه الأمور كلها في شهادة متى أرلعت كم مرة أرلعت كذلك هل كانت المرات متفرق أو لا هل وصل اللبن إلى جوفه في كل الرضاعي يجب يعني التصريح لهذه الأمور كلها فإذا كيف يعلم هذا وصول اللبن إلى الجوف رجل كيف يشهد عليه هذا عمر خفي ممكن من هذا عطفل أدخل في فمها أثلم سدي إمرأة ثم الولد يمص يمص وهناك إذن ممكن أن لا ينزل اللبن في سديها لذلك لا يصل اللبن إلى جوفه وكيف يعلم وصول اللبن على الذي يبين بعده ووصول اللبن إلى جوفه بكل رضاع أو يغرف بنظري نحلب وإيجار وازدراد أو بقرائنا كامتصاص سدي وحركة حلقه بعد علمه أنه على الطلب وفي هذا الطريق يعرف يعرف يعني وصول اللبن يعرف بأي شيء بنظري حلب هذا اللبن المحلوب كيف يقرب هل يقرأ هذا حلب اسما أو حلب مصدرا الولماء يختلف يعني كان حلب يكون مجد مجد وبهذا يعلم يعني إمرأة حلبت هذا لبن ثم بعد ذلك هذا ولد شريب منه شيء يعني فإذا لو نقص علم لو نقص من هذا الحلب يعني من اللبن المحلوب شيء من المقدار علم أنه وصل إلى نقص كذلك بنظري الإيجار يعني هذا صب اللبن في الحلق هذا هو الإيجار ازدراب ازدراب يعني البلع يبلع البلع أيضا يعلم يورب أو بقرائن ما بالنظري إلى هذه الأمور أو بقرائن ما هي القرائن انتساز بين المصري يمتص صديق فحركة حلقه ليس مجرد المصري بل يتحرك حلقه بعد علمه أنها ضعت لبن وإلا وإن لم يعلم بأحد هذه أموري بأحد هذه الأسباب لو لم يعلم وصول اللبن لم يحل له أن يشهد لا يدوث له الشهادة لأن الأصل عدم اللبن ولا يكفي في أداء شهادة لذكره القرائن بل يعتمدها ويجزن بالشهادة لا يكفي قوله أنا رأيت أنه يمص صديق اللم أو يحرك يتحرك حلقه كذا لا يكفي بل هو يعتمد على هذه الألامات بالقرائن ثم يجزن بالشهادة ويقول أنا أشهد بأن هذا الولد يرتضع من هذه المرد خمس مرات متفرقات هكذا هو يود شهادة ولو شهد به دون النساب أو دون النساب يعني لو شهد أقل من هذا العدد الكافي فإذن ما شهده امرأة أو امرأة ثانية أو ثلاثة أو رجل واحد فقط أو رجل وامرأة فقط لم يتم العدد المعتبر في شهد أو أقاش كون بتمام الرضاعات أو حولين أو وصول اللبن جو قطلي يعني هذه الأمور ثلاثة معتبرة بيقين كما سبق فإذن لم يتيقن أحد هذه الأمور لم يحرم النكاح يعني هذا ليس رضاعا لا يثبت المحرمية بينهما بذلك لا يحرم النكاح ومع ذلك لكن الورع لجتناب المرع لجتناب لكذا وقع كسا يعني بزمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل تزمج إمرأة مع ذلك جاءت إمرأة وقالت لهما فإذن هذا الرجل سافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله غلا كيف وقد قيل يعني لم يسدت عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرضاع بالشهادة بل إمرأة ورلية إمرأة جاءت وقالت وبهذا لا يثبت عند القاضي وبهذا لا يثبت عند القاضي ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكذا فإذن هو تلقها يعني فارقها هذا لكن الورع الذي تنمج فإن لم تخبره إلا واحدة الورع هذا نعم إن صدقها يلزمه اللي أخذ بقولها ولا يثبت الإقرار فإذن أكذا لو كان يصدقها هذه واحدة المخبرة بالرضاعي يلزمه اللي أخذ بقولها يلزمه اللي أخذ بقولها معناه يلزم عليه مفاركتها وهو يفارقها نعم ليس الورع فقط بل هذا العزم إذن هذا الورع المذكور لو لم يصدق بل هو يرد يعني يتردد ويشكوها كذا لا يثبت بقولها ولا يثبت الإقرار بالرضاعي إلا بردلين عدلين والذي سبق يعني أشهادة بأي شيء يثبت الإقرار الإقرار يعني يثبت هذا إقرار من واحد وهذا الإقرار كيف يثبت عند القاضي يثبت الإقرار برجلين لا يثبت برجل الممرأة الثاني وباربعين اسمتين والذي يثبت برجل الممرأة الثاني واربعين اسمتين هو يعني نفسه على الشهادة وعلى الشهادة وعلى الشهادة وعلى اليقراء. طرق المسنف من بيانه. ثم أبعده مسائل المصاهراتين. ثم أبعده أو مساهراتين. ثم أبعده على قوله ناسبين. يعني ذكر المسنف وشريطة فيها أيضا عدم محرمية بنسبين. ثم أبعده أو رواعين. ثم أبعده مساهراتين. شريطة فيها عدم محرمية من جهات ثلاثة. محرمية لها جهات الثلاثة أسباب الثلاثة. محرمية بنسبين، محرمية بغلاعين، محرمية بمصاهراتين. مصاهرة يعني مناكحة. فإذاً لو كانت محرمية بين الرجل والمرضين من طريق المصاهرات، فهي حرام عليه لا يجوز له نكاب الله. ثم يبين من يكون حراما بالمصاهرات. من في محرمية بالمصاهرات، فتحرم الزوجة أصل وفصل، وآصل الزوجة، وكذا فصلها اندخل بها، هذه محرمية من المصاهرات، زوجة أصل، الزوجة أصل، الله أصل شامل للأبي والجد، لذلك قال من أبن أو جد، ثم جد جدآني جد اللي أمين، جد اللي أبن، جد اللي أبن، إلهما شاملان هنا، من داخلان، فتحرم الزوجة أصل، من أبن أو أمين، من أبن أو جد، جد اللي أبن أو أمين، يعني، كل دخل في قوله أصل، وإن على الجد، ممكن عليه، ليس جدًا، ليس، أبن أبيه، بل فوقه، كل دخل في أصل، وإن على من نسب أو رلاع، هذا أصل، من نسب أو رلاع، فإذا، أبن من نسب أو رلاع، أو جد من نسب اللي أبن، أو جد من نسب اللي أبن، كذلك جد من نسب، لهم جد، من رلاع، ليوم، كل دخلنا، إذن بمجرد اللقض، يحرم، إذن، رجل تزوج أبوه إمرأة، ثم، تلقها، أو أني توفي عنها، هل يجوز لهذا اللي بني، أن يتزوجها، لا يجوز، هو فصل، زوجة الفصلة، حرام، زوجة الفصلة، ثم ذكر البعيان، من ابن وبنه، وإن سفل من هما، من هما يعني من النسب والرلاع، أو ابن من الله، ثم ابن وبنها، ثم ابن وبنها، حراما، إذا وجدت ابن البند، حراما، ثم لم يذكر الموسى الشائره هنا، وهذا، هذا، البعيان، البعيان، وابنه فقط، أما ابن البند، ابن البند، داخل، الحكومة هكذا فصل بواسطة النويريها فهو شامل لزوجتي ابن البنت فتحرم عليه تحرم على جده فتحرم على جده لأنها زوجة من ولد زوجة من ولده بواسطة والولد يشمل الذكر والنسى فالتنبغ له فإنه دقيق هكذا كتب عليه الشيب راملسي على النهاية نعم فإذا كيف يدخل في عبارة شعره اللاهر لا يدخل لكن يمكن هذا يدخل كيف هكذا فصل من ابن وابنه عند ذكر ابنه هذا اللمير يرجع للابن بمعنى الفارع يعني في اللمير هنا يستخدام أولا من ابن المراد به ابن ثم بعده قال وابنه هذا اللمير يرجع للابن الأول لو كان اللمير يرجع عليه بمعنى هذا معنىه اللو هذا ثم بعده في عمل بلاغة استخدام نعم فإذا هذا اللمير يرجع للابن بمعنى بمعنى الفارعي فإذا كشفل ابنه من ابن وابنه معنىه ابن الفارعي الفارع شابل للابن والبنت نعم ثم هكذا يمكننا يؤول ولو كان فيه بعد ثم واصل زوجته تحرم زوجته كذلك زوجته ثم تحرم عسل زوجته عسل زوجته أي أمهاتها عسل زوجته أي أمهاتها بي نسب هذا أم الزوجته إما من نسب أو رضا أم الزوجته من الرضا فإذا مرلعات الزوجته داخل التنبيط إليه أصل وإن علت ممكن هذه أمهات عالية أي هذا الأم ليس في مقابلة الجدت بل الأم ببابن كأهي غالبا أو ببابن كأهي مطلقا فالأم شاملت للجدت بخلاف باب الفارعي لأنك الأم لا تشمل الجدت فجدت جدت هكذا وهنا في عصل الزوجة ليس قائد الدخول للتحين بخلاف فصل الزوجة كما سيت هذا تعبدتم في الآية وَالرَّبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِيهُجُورِكُمْ أَيِنْ دَخْلْتُمْ بِهِنَّ وَهَكَدَا قَيْدُ الدُّخُولِ وَرَضَةِ أما هنا ليس هذا القائد يعني في عصل الزوجة للآيَة وهذا للآيَة دليل لكل هذا يعني عَوَفَاصِلٍ ثم عاصل زوجة هذا دليل لجميع إمام الله للآيَة وَهِكُمَتُهُ يبِتِنَاءُ الزَّوْجِ بِمُكَالَمَتِهَا وَالْخَالْوَةِ لِتَرْتِيبِهُمْ عَمْرِ الزَّوْجَةِ فَحَرُمَتِكَ سَابِقَتَيْهَا لِنَفْسِ اللَّعْقَدِي لِيَتَّمَكَّنَ مِنْ ذَالِكَ يعني هناك فرق بين تحريم عاصل الزوجة وفصلها في عاصل زوجة لا يشترط الدخول أما في فصل الزوجة في تحريم فصل الزوجة فيشترط الدخول فإذن ما الفرق بينهما ما هي الحكمة في هذا الفرق هذا الذي ذكره وهي حكمته يعني حكمة عدم اعتبار الدخول في تحريم عاصل الزوجة عاصل الزوجة هناك لا يعتبر الدخول حكمته بإطلاع الزوجة بإطلاع الزوجة يعني هذا ضرورة زوجة بمكالمتها بمكالمت عاصل الزوجة هي تحتاجو وهو يحتاجو أن يكلم مع أمهاتها من عاصل جميعا الوم والجدد مكالمتها والخلوة يعني هو الزوج يبتلي بالخلوة معهن آئلا لماذا؟ لترتيب عمر الزوجة فحرمت كسابقتها بنفس الله لماذا؟ ليتمكن من ذلك ليتمكن الزوج من ذلك من المذكور من المكالمة والخلوة هكذا محرمة عليه بنفس الله ومجر أنه يشك هذه الأمور لأن لا يشك عليه هذه الأمور لم يشترفنا وهذه الحكمة تظير موجودة في فصل الزوجة ثم وعلم أنه يعتبر في زوجته العبي والابني وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بإن أن يكون العفظ صحيحا ثم هنا ذكر هذا الدخول ليس بشرط في تحريم زوجة العصلي وزوجة الفصلي وعاصلي الزوجة هكذا لكن هناك شرط ناخر موجود يعني أن يكون النكاح صحيحا إذن لو لم يكن النكاح صحيحا فلا يحرر مثلا هذا رجل آتزف وجه امرأة كان النكاح فاسدا ثم تلقها بدون الدخول هل يحرم عليه أمهاتها لا يحرم عليه أمهاتها هكذا أو رجل أبوه تزود امرأة كان النكاح فاسدا ثم تلقها بدون الدخول لا تحرم على هذا البني لا تحرم على لماذا ما كان دخول وما كان النكاح صحيحا هذا الذي يقول أنه يعتبر في زوجتي الأبي والإبني هذا الذي ذكر أولا زوجة أصل وفصل ثم هو في أم زوجتي زوجتي يعني أصل الزوجة في تحرمهن يعتبر عند عدم دخول بهن أن يكون الآخد صحيحا فإذا إما أن يدخل أو أن يكون النكاح صحيحا فإذا ما ذكرنا سابقا تحرم زوجتي أصل أو فصل واصل زوجتي فهذه الحرمت مفهولة أين في النكاح صحيح وكذا فصلها أي الزوجتي وكذا فصلها تحرم عليه على الرجل ففصل الزوجتي يعني رجل تزوجه امراتا وكان لها أولا بنت وكانت لها بنت من رجل آخر سابقا بنسب أوراللعين إذا وهاذه البنت حرام عليه فتا لو وطئها هذا الذي قال إن دخل بهن ولو بواسطة هذا فصله ولو بواسطة معناه هذا إن سفلا إلى سواوا بنت ابنها وابنت وابنت ابنتها فإذا الرجل تزوجه امراتا كانت لها بنت هي تزوجت ووالدت بنتا أو يعني هكذا سفلت وإن سفلت هذا في الحقيقة وإن سفلت ما أناه معلوم من قوله السابق ولو بواسطة هذا ولو بواسطة لبي اكتفينا بالواسطة بدرجة واحدة لا يدلو على وإن سفلت على معناه وإن سفلت نعم إذن هذا معلوم مما سبق وهنا قد سرح وقد لانس ثم إن دخل بها هذا قيد بالأخير يعني فصلها بأن وطئها ولو في الدبري الدخول يعني بمعنى الموطن هذا الوطن ليس بمشروط أن يكون في قبلها ولو كان في دبري أيضا يحرمها وإن كان لقد فاسدا لو دخلا ولو كان لقد فاسدا يحرم ثم مجرد لقد لا يحرم وإن لم يطعها لم تحرم بنتها بخلاف أمها هذا بيان اللي محترس قولي انبلغ بها ثم ذكر هذا الفرق هو معلوم مما سبق بخلاف أمها ثم ولا تحرم بنتو زوج الأمي ولا أم زوجت الوطن لقد فاسدا سبق لا تحرم بنتو زوج الأمي فائد الرجل امها تزوجت من رجل لناخر ولي هادا الزوج بنت من امرأة اخرى هل تحرم على حال الوطن لا لا تحرم ولا تحرم بنتو زوج الأمي ولا أم زوجت الابي رجل ابوه تزوج امرأة فأم هذه المرأة هل تحرم على حال الوطن لا تحرم على حال الوطن بل يجوز لها ام زوجت العبي سنة وآب الابني فذلك ام زوجت الابني ليس بحرام زوجت الابني زوجت اللبن حرام لكن ام زوجت الابني ليس بحرام وإذا المجرد تزوج امرأة فأم هذه المرأة زوجت ليس بحرام ثم وموطئ امرأة بملك شبهة منه كأن وطئ بفاسد نكاح أو شراء أو بذن زوجت حرم أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه لأن الوطئ بملك اليمين نازل بمنزلة عقد نكاح وشبهة يثبت النسبة والعدة لهتمائي حملها منه سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا لكن يهرم على الوطئ بشبهة نظرهم الموطوة وبنبها ومسوهها هذا مسألة التاهرين بالوطئ فقط والذي سبق التاهرين بالعقد فمسألة التاهرين بالعقد النكاح في حال الفراعيل فصله يبين المسنف أما يهرم بالوطئ لأن لا يكون هناك عقد النصير فإذا هذا المحرمت هذا من الفرح الجميع على الافتاد ملك فإذا كان لكم جميعها solo تعالى ولد من م101 ولد من مريض الف deceased ولد من هوا ولد من هوا Lions ولد من هوا لك دل ولد من هوا ولد من هوا ولد من هوا سَتر بد من هوا احترازاً عن الشبهة منها يعني هذه الشبهة من جانب الرجل الواطح لحظة الشبهة من جانب الموطوعة لتعليم هذا يكفي الشبهة منه فقط يكفي كيف هذا الشبهة كان موطئا بفاسد نكاة يعني هو تزودها نكاحا فاسدا لما كان الشاهد فاسدا أو ما كان الشاهد أو زوجها غير وليها يعني هكذا بفاسد نكاحا أو شراء أو شراء يعني بفاسد شراء رجل مشتراع مطن و هذا الشراء ما كان صحيحا بل كان فاسدا ثم وطئها هذا أيضا داخل بفاسد شبهة أو بلنية زوجت أو رجل وطئ إمرأة بلنية زوجته لكن ما كانت زوجته حقيقة فإذا ذكرى الوطئ الشبهة ذلاغة من الأمذلة وطوها بفاسد نكاحا أو بلنية زوجته حرم عليه علاما على الواطئي ثم أمهاتها وبناتها يلوها حراما يعني هذا الوطو بمنزلة نكاح إذا كان نكاحا صحيحا يحرم عليه أمهاتها وبناتها تذلك هنا وحرمت على أبائه وابنائه هذا جانب الرجل أو هي تكون حراما على من على أبائه الواقئي وابنائه الواقئي ما كانت لجانبه وليأن الوطء بملك اليمين نازل بمنزلة نكاح ثم وشبهة يعني الوطء بشبهة وشبهة يعني تكون لا قوله ملك اليمين فيكون المعنى لأن الوطء بشبهة يصبت النسبة والعدتة يصبت النسبة والعدتة فإذا هذا يحرمه أيضا يصبت التحريمه لماذا يصبت النسبة والعدتة والتحريمه لحتمار حملها منه لحتمار حمل المرأة منه يعني من هذا الوطء يعني لو ولدت هذه المرأة ولدا فالولد للفراشة في ظاهر في ظاهر الحكم يكون ولد للفراشة لكن لنفس الأمر حقيقته ممكن أن يكون الولد مخلوق من ماء هذا الوطء لذلك يكون حرام الناس ثم سواء ووجد منها شبهة أيضا لم جاء يعني ذكر هناك هو شعاء شبهة منه للتحريم يكفي شبهة من زانب الوطء يكون مع ذلك شبهة من الزوجة أيضا اشتبع عليهم يعني هذا الرجل لأن هذه المرأة زوجتها والزوجت لأنها هذا الرجل زوجتها أيضا فإذا وقع شبهة منهما نعم هكذا سواء ووجد منها شبهة أيضا أملا لكن يهرم على الوطء ذكر يهرم يجوز بهذا التحريم أنظر والمص هذا النظر والمص لا يجوز أنظر والمص يجوز لو كان التحريم من عقد النكاة لو كان التحريم من الوطء لا يجوز له أنظر هذا الذي يقول لكن يهرم على الوطء بشبهة نظر أم الموتوة وابندها ومصهما هذا هو بيان فرق بين التحريم بالعقد والتهريم بالوطني. ثم مسألة اختلاط المحرمية محرمة بنسوة. هل يجوز له يتزوج واحدة منهن ولا يتزوج. هذا الذي يقول في هذا الفرع. يعني مسألة الاختلاط. ولو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات. هكذا. رجل يعلم ان بين هذه النساء. مثلا هذا هو يسكن في قرية. ويعلم ان اختل له من الرباعات موجودة في هذه القرية. هذا سبب رجل يعلم ان اختل له من الرباعات موجودة في هذه القرية. لكن هو لا يعلم من هي. من هي هذه الاختل. او هو يعلم اه له مربعة في هذه القرية. فهذه المربعة ايضا هو يعلم انها اربعة ولدان. هي لا تعلم من هذا الولد من هي نسيته. فهذا الربيع ايضا لا يعلم من المربعة. بل اه هو على يقين ان في القرية مربعة. فاذا جنجر هناك عدد النساء التي التي اختلطت بهن محرمته. لو كانت محصورات او غير محصورات. اختلف الهكم. وهذا الذي يقول. لذي اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات. غير محصورات بيهن يعسر عددهن على العحاد. كالف امرأة نكح منشاء منهن الى اندبقاء وعهدتن على العرجاء. هذا هو. لو كان الاختلطت بنسوة غير محصورات. ان يسارت النساء غير محصورات. بيهن يعسر هذا بيانه عدم الهسر. بيهن يعسر عددهن على العحاد. على العحاد يعني على كل واحد واحد. الله لو اراد واحد ان يعدهن يعسر عليه. لا لا يكون يعني محالا بل هو ممكن. لا يكون غير ممكن. بل يشق عليه ويكون عسيرا عليه عسيرا. كالف امرأة فإذن في القرية مجملاً ألف امرأة. هو يعني تسميع تنو ثماني ميتن هذا ألف ميتا. لا. نكح منشاء منهن. فإذن اجوز له أن يتزوج من هذه القرية. إلا أن تبقى واحدة على الأرجحين. كيف يتزوج ألفاً؟ آه هو تزوج زمت اللقاء زم تزوج زمت اللقاء زمت اللقاء. يعود وفيت. ها كذا يعني. يتزوج حتى تبقى واحدة على الأرجحين. ما هو المقابل؟ مقابل يعني لا يجوز له أن يتزوج من من أعجاً. مقابله قول روياني ينجح إلى أن يبقى عدد محصور إلى أن يبقى عدد محصور في المحصور لا يجوز هناك كرة بنسبة غير محصورات سيأتي حكم الاختلاط من محرمة بنسبة محصورات وهناك لا يجوز فإذن الإمام روياني قال إلى أن يجوز له أن يتزوج من شاء إلى أن يبقى عدد محصور وإن قدر ولو بسهولة على متيقنة الحل يعني يجوز له أن يتزوج منه إلى أن تبقى واحدة وإن قدر ولو كان قادرا على متيقنة الحل يعني أن يوجد بالقرية امرأة هي ليست من المشتبهات ولا من المختلقات فإذن يجوز له أن يتزوج من هذه المحصور من هذه المختلطات حتى يتزوج وإن قادرا على متيقنة الحل وإن قدر ولو كانت بسهولة هذا وإن قدر ولو بسهولة بدون أي مشقة هو يجد إمرأة يسهل عليه أن يتزوج إمرأة متيقنة الحل ثم عهو بمحصورات هذا أتوحنا لقوله غير محصور آه غير محصورات أيضا لذي اختلطت محرمة بمحصورات فمحصورات مثالها كعشرين بل مئت هكذا قلت مئت ومئتين أيضا من المحصورات هذا عشر وشيرين أو خمسين أو مئت ومئت ومئتين إلى هذا يكونوا محصورات لم ينتهي منهن شيئا لا يجوز له إن يتزوج منهن شيئا نعم إن قطع بتمييزها كسوداء اختلطت بمن لا سوداء بهن لم يحرم ويروها كما استظهره شيئنا نعم ثم هنا يستدرك يعني ما تلا يجوزه أن يتزوج آشئا من هذه المحصورات لو لم تتمييز بصفت من الصفات هذا يختلط لكن هو استطاع أن يمييزها بصفت من الصفات فلا يحرم فلا يحرم آئن يتزوج آهانه المتميزت بصفت فيحرم عليه غيره جا يحرم عليه آئن يتزوج آهانه المتميزت ويجوز له آئن يتزوج غيره يعني آئن يحرم تو تميزت بصفت من جاو تميزت بصفت من آفا يحرم آله آهانه المتميزت بصفت من ويحل له غيره فإذا هذا الاستطاع كأنه قائد لما ذكر آخير يعني لم ينجح منهن شيئا مطاحد اللم آه يقطع بتميزها بصفت من السفات لو قطع بتميزها بصفت من السفات آه لا يحرمه آه لا يحرمه نعم من قطع بتميزها كسوداء اختلت جمال لا سوداء فيهن فسوداء يعني اللون ليس اسما آه 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 يتزوج غيره لا سوداء في علم أنه يشترط أيضا في المنقوحة كونها مسلمة أو كتابية كتابية آه في الكتابية يعني آشروط كتابية يعني يهودية ونصرانية الكتابية وهي يهودية وهي متمسكة بالتوراة ثم آه نصرانية وهي متمسكة بالنجيل هذا معنى الكتابية يعني هودية أو نصرانية يعني هودية متمسكة بالتوراة نصرانية متمسكة بالنجيل فإذا كتابية أو آخر الكتاب في هذه التعبيرات يبين العلماء التوراة والنجيل فقط لا يبينون الزبور معنى الزبور أيضا جدابا ها كان لزبور قوم واهل فهذا بسبب أن الزبور داخل بالتوراة صار جزء من التوراة يعني الزبور ما كان فيها حكام كثيرة تعرض هي أم من التوراة الزبور صار جزء من التوراة الزبور ما كان فيها حكام كثيرة بل يعني أكثر هو أوراد واضح جزء من التوراة والنجيل فقط جزء من التوراة والنجيل فقط جزء من التوراة والنجيل فقط كثيرة من التوراة والنجيل فقط جزء من التوراة والنجيل فقط وفضل أن التوراة والنجيل فقط في آهل الكتاب. آهل الكتاب ليس عندهم عبادة اللوثاني. إذن لو بدأوا عبادة اللوثاني وهم داتلون في الوطنيتين. خالصة. هذا كتابية خالصة دمية كانت وحربية. هذا الدمت ليس بشرط. بل لو كانت حربية. ما معنا عن خالصة خرج به المتولدت من كتابية ونحب وصنية. ما معنا قوليه خالصة. يعني عبوها وموها من نحب الكتاب. كتابية خالصة يعني خواب خلاف المتولدت بين كتابية ونحب وصنية مجوسية. ثم فياهل مع الكراهة. هذا مطرون. هذا جائز. نكاح الإسرائيلية ثم غير الإسرائيلية. الإسرائيلية هذا النسبة. هي من بناته ياقوب عليه السلام. نعم. إسرائيلية. إسرائيلية أصل إسرائيلية على قوم إسرائيبان إسرائيل. قوم. يندمنا إلى ياقوب عليه السلام. إسرائيلية ينبغي أن يكون هذا يقينا. كما هذا يقينا. فإن شك في قونها إسرائيلية وهي داخلة بقوله ونكاح وغيرها كما سيئتنا. سيئتنا. فعنتو نكاح غير الإسرائيلية. فالمشكوك في الإسرائيلية داخلة بنا. يعني يختلف الشرك بشرت الله يعلم دخول آول آبائها. بذلك الدين بعيدة عيش어주غب. حيث عن إن شك في الإسرائيلية. في ذلك الدين يعني في دين اليهود بعد بعضة عيسى عليه الصلاة فذلك الدين منصف فإذاً لو علم هذا أن أول آبائها دخل في دين اليهود دين موسى عليه الصلاة بعد بعضة عيسى عليه الصلاة ثم وين علم دخوله به بعد التحريفه ممكن هو دخل يعني أول آبائها دخل في ذلك الدين بعد وقوع التحريف في دينهم لتشرفي جريات التوراة هذا ليس في مشكلة بل لو علم أنه دخل في دين موسى عليه الصلاة بعد بعضة عيسى فلا يدوذ نتحوها هذا عدم للمهو الشخص ثم ونكاح غيرها يعني يجوز يعهل مع الكراحة نكاح غيرها نكاح غيرها نكاح غير الإسرائيليت نكاح غير الإسرائيليت حلال مع الكراحة بشرط أن يعلما دخول أول آبائها فيه قبلها أيها لما دخول أول آبائها فيه يعني في ذلك الديني دخل في ذلك الديني متى قبل بعضة عيسى ولو بعد التحريف لكن إن تجنب المحرفة هو الدخل في نارك الديني بعد التحريف قبل بعضة عيسى لكن ما تجنب المحرفة وكان يعتقد بالمحرفة فلا يجوز يعهل بندها نكاح غيرها نكاح غيرها يعني تجنب المحرفة أين هذا تجنب المحرفة هذا غير الإسرائيليت أما في القتابيتي ركرا المسنغو وين علما دخوله بيه نشرتين يعلم دخول أول آبائها وين علما دخوله بيه بعد التحريف حاكرا ركرا فقط يعني لم يلتوقع هناك قيد فيه تجنب المحرفة فإذن هذا تجنب المحرفة قيد في غير الإسرائيليت أما بالإسرائيليت ليس على قيد يعني بالإسرائيليت قيد عائد وفي غير الإسرائيلية قيداني ولو أسلام كتابي هذا هو الكتابية التي يدوذ نكاظها فإذا لا يدوذ نكاظه أطلق كتابية في زمنها بل ينبغي أن لا يعلم هذا في الإسرائيلية أو يعلم هذا في غير الإسرائيلية فأنا يكون هذا لا فيما أعتقد لا يكون طريق لهذا علم دخولها فيه بعد التحرير ثم ولو أسلام كتابي وتحته كتابية ثم هنا يبين المسنف مسألة الإسلام مسألة الإسلام حكوم النكاة بعد إسلام أحد الزوجين ثم بعده يبين حكوم النكاة الكفاية هل هو صحيح أنه غاصد حكوم نعم ولو أسلام كتابي وتحته كتابية يعني هكرا وتزمد كتابية ثم دعام نكاة كتابية يعني أي كتابية بدون حالي الشروع دعام نكاهه يعني النكاة يدوذ وإن كان قبل الدخول يعني النكاة لو كان قبل الدخول إلى الإسلام وإن كان يعني الإسلام لو كان قبل الدخول إلا يدوه نكاة أو أسني وتحته أسلام أسني وتحته أسني فتخلفت قبل الدخول تنجزت الهرقة أو بعده وأسلمت باللدة دعام نكاة وإن لغة الهرقة من إسلامه نعم فإذاً في الوطنية هكذا فرقت يعني لو كان هذا الإسلام قبل النكاة فتخلفت يعني هي ما أسلمت معه هي ما أسلمت وتنجزت الهرقة يعني وقعت الهرقة ناجزة بدون تلخير ولا التاليح تنجزت وقعت منجزة الهرقة أو بعده يعني أسلم بعد الدخول وأسلمت في الهرقة ثم هي تخلفت وأسلمت معه بل هي أسلمت في الهرقة يعني في وقت الهرقة قبل إنجز أي مدة الهرقة هي وثنية بذلك هي لتعدد عدة عشر عية بل معنى قوله في الهرقة قبل مضي مدة العدة بالنسبة لي دعام نكاهه تعادت إلى تجديد النكاة على نكاة دعي وإلا يعني آية لم تسلم في العدة فالهرقة من الإسلام يعني في انقضاء مدة الهدة وقعت الهرقة لكن وهذه الهرقة ليست معتبرة من انقضاء وقت الهدة بل هي معتبرة من إسلام الزوج متى أسلم الزوج من ذلك الوقت وقعت الهرقة ثم ولو أسلمت على الذي سبق إسلام الزوج والذي يعني إسلام المرات الزوج ولو أسلمت فأصر على الكفر الرجل الزوج بقي على الكفر هي أسلمت فإن دخل بها يعني هذا الإسلام بعد الدخول فإن دخل بها وأسلم عفل عدة دعم النكاه هذا الزوج متى أسلم قبل انقضاء مدت الهدد أسلم دعم النكاه إلا فالفرقة من إسلام إلا المسلم قبل مضي مدت الهدد فوقعت الفرقة لكن الفرقة منتبرة من وقت إسلام وهيذ عدمنا لا ينره مقارنة مقصد وزائل عند الإسلام يعني وهذا إدامة النكاه حل يشترط بعلا يقارن مفسد للنكاه بالنكاه يعني مقارنة مفسد للنكاه بالنكاه يعني هل يشترط يبغي أن يكون النكاه صحيا لا يشترط ولا لا أي طريق هم نكاه فلا بس يعني في شراعنا قارنة مفسد ثم زال عند الإسلام فلا بس هذا الذي قال وحيذ عدمنا مدت نديم أنه موجود شعور سابقتي لا يضر مقارنة مفسد وزعيل عند الإسلام هذا المفسد هذا زعيل عند الإسلام يعني وكان هكذا نديم لا يضر الإدارة فنقر على نكاه بالنكاه بالنكاه منضبية عند الإسلام يعني رجل تزوج إفراكا في عدتها من غيره هذا النكاه بالنكاه ومفسد للنكاه كما سبق فإذن هنا رجل تزوج إفراكا وهي معتدة من غيره ثم هو أسلم أو هي أسلم متى أسلم بعد إنكذاء الإدت فإذن هذا مفسد يعني مقارنة الإدت للنكاه وهذا المفسد قد زال عند النكاه نعم وكذلك نقر على هذا النكاه وعلى غصب حربي لحربية إن يعتقدوه نكاحا يعني رجل حربي يعني غصب إمرأة حربية وهذا الغصب هم يعتبرون هذا الغصب نكاحا ثم بعد ذلك أسلم عهدهما ثم وجد هذه شروط لإدامة النكاه نقر على هذا النكاه نقر على نكاه وعلى غصب ثم بكل غصب المتابعة قاله شيخ آه غصب فيه يكون القهر والقوة عبدون قاهر وقوة تعاب عن المرء للرجل متابعة يعني اتفاق بينهما ثم بعد ذلك هما يعيشان معانا كزوجين فهذا متابعة فهذه المتابعة أيضا يعطى تتاة تعتبرون نكاحا متى لو كانوا يعتقدون هذه المتابعة نكاحا فك الغصب المتابعة وإذا قوم عندهم هذه المتابعة يعتبروا نكاحا وجل يعني يأخذوا امرأة يتتاوعان ثم يتعاني معانا كزوجين ثم بعد ذلك نكاحا ثم وجد شوفهم في هدامة النكاح على نداري نبي النكاح قاله ونكاح الكفار صحيح أولا بينا نكاح الكتابي ثم بعد ذلك ذكر مسألة دوام النكاح ثم يبين مسألة نكاح الكفار يعني غير الكتاب آهل الكتاب ونكاح الكفار صحيح على الصحيح يعني على الكفار داخل لي فيه آهل نتابين يعني النكاح فيما بينه والذي سبق النكاح بيننا وبين آهل الكتاب فهذا النكاح بينه فهذا صحيح على الصحيح على الصحيح مقابله أن النكاح فاسد النكاح بينه آهل فاسد ثم ما معنى نكاح الكفار صحيح على الصحيح يترتب عليه النسب والرسول وكل هذه الحقوق يترتب على النكاح ثم النجوز النكاح الجنية بداية هذا الباب ذكرنا يعني عدمية اعترض بها عن الجنية ويقول ولا يسيح مقاح الجنية كاكسه يعني رجل إنسي يتزوج جنية هذا لا يجيز كاكسه معنى آه إبراط إنسية تتزوج لرجل جنية هذا عزا ليس بجائز على ما عليه اكتذر المتأخرين آه آه أكبر أشعره هنا بكلمة علا وهو للتبر فإذا كأنه يلقفه ويتبر منه نعم في هذه المسألة خلاف اللي يسيحه ولا يسيحه فإذا نراده أنه يسيحه جنعا لحظة شكرا